يسعد أوقاتكم بدك تبخى ما تاخد معك وقت بالمطبخ أبدا وأهل عائلتك أو ديوفك اللي جايين على غفلي رح يظنوا أنه أنت ضليتي شي خمس ساعات بالمطبخ حتى حضرتيا ما لك غير الرز ببازيلة بجزار بس بشرط بدك تقدميها على شكل لوحة فنية ما بدنا أكتر من وقية أو وقية ونص ندفي صغيري من اللحمة بس أنا عصدفة عندي لحمة بقر يعني عجل مو غنم لذلك بتاخد وقت حتى تستوي لذلك دفطلة أول شي بالطنجرة ملأ كأس من المي وبتركها مع ورقتين غار تستوي هيك منشان ما حسة أنه بعدين قاسي وما أنا مستوي لما تنشف المي منضيف أربع ملاعق من ملاعق الطبخ من الزيت النباتي بخليها تتحمص هيك شي دقيقتين وبعدين بضيف بهالوقت بكون أشرت جزرتين ثلاثة وقطعتهم مكعبات تمام؟ هلأ بضيف الجزار وبملح هون يعني بضيف ملاعقة صغيرة من الملح لأنه ما ملحنا لسه الملح وخليوني يتحمصوا مع بعض شي دقيقتين كمان بدنا شي كاستين أو ثلاثة كاستات من البازيلا حب هلأ هاد بازيلا فرش موجود بالسوق أما إذا بازيلا مفرزي كمان بيمشي الحال وكتير بيطلع طيب كمان بخليوني نحمصوا مع بعض شي دقيقتين وهلأ منكون ناقعين الرز هون هاد رز بسمتي شي كاستين ثلاثة اللي بتكون إياه أو إنه رز أصير أو رز إسباني وسط كله بيمشي حاله هلأ منضيف ملعقتين صغيرة من الملح ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود نصف ملعقة صغيرة من الكاري الحد هيك الكاري بيلبق كتير بس ما نكتر نصف ملعقة من الهيل الهيل كتير بيلبق للرز بازيلا بجزار وكمان ضفت نصف ملعقة صغيرة من اللومي هاد اللومي اللي منضيفه للمندي للرز مندي بيجي ليمون صغير بس هون نطحون تمام؟ نصف ملعقة صغيرة بيعطي طعامي طيب وكمان ضفت فلفل أسود لأن ما ضفت لللحم أول شي وهلأ لما نخلي الرز يتحمس شي دقيقتين منضيف مي غليانة أو سخنة للطبخة وفوق مستوى الرز بشي صنطيين هلأ منضربة الملح إذا ما إذا ناقصه ملح من دوقة وبنتركون على نار وسط شي خمس دقايق أول شي لما ينخفض مستوى المي فوق الرز ويصير هيك فقاعات على وجه الرز بازيلا منخفض النار على أدنى درجية ومنترك الرز يتفلفل حتى يستوي بهالوقت هاد لازم نحمس شوية تقلوبات كتير بيلبق اللوز للرز بازيلا بجزار اللي هاي الطبخة يعني منحمس هيك شي نص كاسي منشان مثل ما إنا نقدمها على شكل لوحة فنية تكون وإذا ما فيه اللوز ما فيه مشكلي أبدا أبدا كمان قدميها بقالب الكيك مشان تطلع هيكي فخمي مندهن قالب الكيك بملاعة صغيرة من الزيت اللي حمصنا فيه اللوز أو منخطه بالمي أو مندهنه ملاعة صغيرة من الزيت النباتي يعني الجديد يعني ما نو مقلع ما نو مستعمال ومنكبس منعبيه بالرز بازيلا بالطبخة يعني منكبسه لا نعبيه وبعدين منقلبه بصحن يكون هيك زريف متل ما نكون شايفين ومنحط جنبه خيار بلمان ومنزينه بالنعنع وأحلى طبخة يعني متل ما قلتليك رح يفكروكي أنه أنت عملتي جيد فظيح حتى حضرتي هاي الطبخة إن شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم وألف صحة وهنا